اشتركوا في القناة ابرز انواع هذه البلاغات طبعا سلام عليكم ورحمة الله مسيح عليكم بالخير طبعا تزامنا مع سقوط الانطار الخير على المملكة تلقت غرفة العمليات الرئيسية مع عدد 228 بلاغ يضمن منها حوادث المرورية مع يقارب 54 بلاغ كذلك غرغ السيارات 37 بلاغ كذلك تجمع المياه 72 بلاغ وعندنا سقوط اعمدة واشجار والوافتات ومن غيرها 50 بلاغ ما يقارب وكذلك عندنا حراب كهربائية بسيطة اللي الحمد بتكون بسيطة وتعامل معها الدفاع المدني بيكون عددها 15 بلاغ وطبعا عندنا اهم البلاغ اللي استلمنا بغرفة العمليات عن شخص مضقود بأرض البحر تم ارسال البلاغ لغيادة خفر السواحل وتم ارسال الجهات ولا زال البحث جاري نعم سعادة الرائد ما هي آلية التعامل مع هذه البلاغات بما يضمن سرعة التعامل معها طبعا عندنا آليات التعامل مع البلاغات عندنا اتصال المواطنة والمقيم على خطرات تسعات تم اخذ المعلومات في حال البلاغ سوقان حادث او سقوط اشجار او غير من البلاغات وعلى الفور تم ارسال الدوريات العمنية وهي بتكون علىها باستقدار للتعامل مع هذه البلاغات نعم يعني سعادة الرائد شرطة النجدة دائما تكون في مختلف الظروف في المقدمة اذا ما هي ابرز المهام التي ادتها اليوم لمساعدة المواطنين والمقيمين طبعا عندنا شرطة النجدة منتشرة بحسب خطة مدروسة فهي ميز هذه الخطة ان الدوريات النجدة تكون اول مستجبين للبلاغ وهم البلاغات اللي بشراتها دوريات النجدة عندها ازالة سقوط العمدة والاشجار وغيرها والتأمين الشوارع الرئيسي والفرعية وتسهيل الحركة المرورية والازدحامات المرورية نعم سعدت الرائد رشيد عبدالله المير ضابط بغرفة العمليات الرئيسية شكرا جزيلا لك